نعم وننتقل إلى موضوع آخر يتعلق بهذا الانتقال الموسمي هل يؤثر أيضا على البشرتنا على البشرة وهل من جديد في موضوع عمليات التجميل حتى في فصل الشتاء المقبل علينا نستضيف معنا هنا دكتور يوسف نصار أخصائي في جراحة التجميل خبير تجميل ليحدثنا باقتضاب عن هذه القضية دكتور يوسف نصار مساء الخير مساء الخير لأخ بلال ومساء لكل مشاهد أنا سؤالي لك بهذا الانتقال والطقس قاعد بتغير يعني كنا بتقس حم 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 كان برضو طقس جاف وكان هواء ومرات فيه شرقية وشوي شوي الطقس بيكون بارد بأثر على البشرة بسبب شيء نحن في الخريف بعدها الشتاء والربيع هي الأشهر المفضلي لإجراء أي عملية تجميلية أو إجراء أي تبول علاج تجميلية لأنه لو قسمنا المجال التاعي هم قسم لعمليات جراحية علاجات تجميلية وأجهزة لإتمام العلاجات التجميلية العمليات التجميلية إجمالاً منفضلها إنها تكون فصل الشتاء الخريف والنص الأول من فصل الربيع لكن أي عمليات؟ أي عمليات؟ حلو حلو يومت أنا بقول إجمالاً نحن فيه بشكل مباشر وشكل غير مباشر شكل مباشر إذا أنا بدي أعمل تقشير وجه اللي هو اللي اسمه البيلنج سواء خيمي البيلنج اللي هو زي TCA أو فينول أو ديرما بريجين اللي هو بسمه شيوف يهلوم هذا بشكل مباشر أو إذا بدي أعمل عملية يشفون أو عملية منخار ليش بشكل مباشر؟ لأنه هاي العمليات مرفقة في نزيف طبيعي المجرى العملية إنه كي بقولوا بصير زراء حول العنين الزراء شو هذا؟ الزراء بس يتعرض للشمس بيتحلل الدم لا هم وغلوبين الهم وغلوبين الهم هي الحديد أنت الأن تحدث عن المخاطر يعني العملية شوية شوية موبرل في الناس بدأ بتتسمعك في مخاطر يعني بهاي العمليات اللي أنت بتحكي عنها؟ هذا اللي أنا بشرح هو المخاطر هون مش حياة أو موت يا أخي إحنا بنحكي هل إنه بعد العملية بعد ما صار النزيف والزراء هل إنه بدي ضل سواد من ما بعد ذلك ولا لا؟ إذا أنا بعمل هاي العمليات بفصل الخريف شتاء ربيع أنا عرض أقل لأنه يضل سواد فيه إصطلاح اسمه الهيموسيديروزيس أي ترسب الحديد في الطبقة الجلدية بعد أتعرضه للشمس أوكي؟ حلو بدل ما أنا أقول للمتوبالتاعي تعالي للمعالج للمعالج يا أخي بدك تحط ميكاب بدك تحط واقي برهم واقي أو إشي وتطلعش برا هنا اللي بقوله عادي لأنه يعني لا يتعرض لأشعة الشمس يعني دي بتقول أشعة الشمس في عمليات تجميل معينة بتضر يعني ضرر مباشر تسبب ضرر ضرر مباشر هل إنو منعملهاش إحنا بفصل الصيف؟ طبعاً منعمله بفصل الصيف والنص الثاني من فصل الربيع ما فيش أي مشكلة بس منفضل؟ طب خليني بس أنا يعني بدي أرجعك للسؤال الأول اللي أنا سألتك يا فضل التقس هذا التغير بالتقس بيأثر سلباً أم إيجاباً على بشرتنا؟ ما دامنا إحنا طبعاً إحنا بنعرف إنو الشمس هي العدو اللدود لبشرتنا هذا لا محن بنعرفها بشكل رسمي كل بس إحنا بحاجة إلى إلى برضو لا؟ كعلاج آه في جزء معين من هاي الأشعة الشمسية إحنا بحاجة إلى غير هيك بصير عنا نقص في فيتامين دي وأدراك نعم لكن أنا بحكي أكثر من هيك عملنا بحث وشفنا كل الأشخاص اللي اتعرضوا وهن شباب لأشعة الشمس قوية ولفترة طويلة ما صار الإيجينج اللي هو الترهل والكبران بالعمر بيّن عندهم كون أسرع؟ أسرع من الناس اللي ما اتعرضوا نعم يعني المهندس بس معاي أنا أكثر من نضخيقة وبدأ نستثمر وجودك معنا هل تؤثر أشعة الشمس بما أنه انت حكيت على أشعة الشمس على إيقاظ خلايا سراطانية معينة وشمية اللي موجودة على الجلد؟ طبعا طبعا عنشان هيك إحنا منقول لكل الناس اللي هني بدهن يروحوا ويتعرضوا للشمس رجاء حار بدك تستعمل كل البراهم الوقاية وقد ديش تركيزها من ناحية SPF قد ديش أعلى التركيز الوقاية هي أكثر وهيك إحنا منكون عرضة أقل لهذه الأمراض نعم الله يعطيك العافي دكتور يوسف نصار الأخ الصائفي جراحة التجميل شكرا جزيلا لك شكرا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة